موسيقى مساء الخير لجميع متابعين ومتابعين طقس العرب نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب نهار اليوم سادة أجواء حارة في عموم المناطق درجة حرارة استمرت أعلى من معدلات المثل هذا الوقت من العام نستعد الآن وياكم توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الصحور حيث تتفرق بعض الغيوم 13 درجة مئوية كحرارة خلال فترة الصحور 12 درجة مئوية ملموسة الرطوبة منخفضة أما الرياح تكون جنوبية شرقية وبالتالي الصحور في الخارج سيكون ما بين الجيد والممتاز نهذا بالآن لتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية ارتفاعات على درجات الحرارة تبقى الأجواء دافعة إلى حارة نسبيا المفرق 30 إلى 19 إربط 28 إلى 18 جرش تفرق لبعض الغيوم 29 إلى 21 وعجلون 26 إلى 19 درجة مئوية نهذا بالآن للمنطقة الوسطى والزرقاء 31 إلى 21 البلقة 26 إلى 18 نفس الأجواء في العاصمة عمان ما تفرق لبعض الغيوم معدفة 27 إلى 17 والبحر مية 32 إلى 23 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكارك 28 إلى 18 الطفيلة 25 إلى 16 الشرابك 25 إلى 15 ومعان 29 إلى 17 والعقبة 33 إلى 21 درجة مئوية نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية الأزرق تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 21 درجة مئوية الرويشة 32 إلى 18 ونفس الأجواء والحرارة في الصفاوي ما تفرق لبعض الغيوم بدون فعالية كان هذا كل ما لدينا إلى حد الآن إلى اللقاء اشتركوا في القناة